الإسمنت من العظم كأنه راح الأملاح بحالة العظم هذا صار عنا اسمه ترقق العظام صار مبنى ضعيف نعم وعشان هيك بصير في عندهم تقوّس برجليهم هذول الناس موجود أي نعم ما بصير عنده كسور نادر ما يصير كسور لأنه الحديد موجود بينما لو راح أنا عندي الحديد أو ضعف الحديد وهذا اللي بصير بالهشاشة هذا أصبح أوسيوبروسيز أو هشاشة العظام طيب إذا هندسياً كنتمثلنا هشاشة العظام ماذا نقول هشاشة العظام؟ هشاشة العظام هي الحديد نفسه الموجود بدل ما هو يكون مثلاً سمك الحديد مثلاً داخلي خمسة سانتي أو خمسة مل للقطر تاعه بصير أربعة مل بصير ثلاث مل بينما لو أنا شلت من المبنى السمنت والرمل هذا أصبح كأني شلت الأملاح من العظم هذا أصبح ترقق العظام ويترقق العظام إحنا بنقسمه حسب إذا بكون بالصغار بكون اسمه ريكتس وإذا كان بالكبار بكون اسمه أوسيو ماليشيا طبعاً موضوع تماماً مختلف مرتبط بهشاشة العظام لكن طريقة علاجه وتشخيصه وأنواعه مختلفة تماماً عن هشاشة العظام فإحنا هيك نقول إنه غلط نقول إنه إحنا هشاشة العظام وترقق العظام نفس الشيء نعم مختلفين تماماً نعم طيب إذا بدنا نقول ليش بتصير هشاشة العظام شو السبب؟ هلأ هشاشة العظام زي ما إحنا حكينا هي عبارة عن إشي موجود لكن تشخيصه زاد هشاشة العظام العوامل اللي بتأدي لها هشاشة العظام إحنا بنقسمها لعاملين أو two major categories يعني لصنفين رئيسيين من العوامل اللي بتأدي لها هشاشة العظام العوامل الأول اللي هو non-modifiable الإشي اللي إحنا ما بنقدر نغيره بالمريض والإشي الثاني المodifiable الإشي اللي إحنا بنقدر نغيره بالمريض حسين وعين؟ العوامل اللي بنقسمها لإسمين يعني يا عوامل بنقدر نغيرها إحنا وفي عوامل ما بنقدر نغيرها نبدأ بالإشي العوامل اللي إحنا ما بنقدر نغيرها بالمريض أهم إشي اللي هو الجنس معروف إنه الستات بيصير عندهم هشاشة العظام أكتر من الرجال وممكن باتباعا نتطرق للموضوع الشغلة الثانية أحيان الناس بكون في عندها وراثة أو استعداد وراثي لحشاشة العظام يعني بيجي المريض أو المريضة بتحكي لك والله والدتي عندها هشاشة العظام أو والدي عنده هشاشة العظام في هذه الحالة المريض بيكون إحنا بنحسب حساب إنه ممكن يكون معرض أكثر إنه يصير عنده هشاشة عظام كذلك من الأشياء اللي بتسوي الأشياء اللي إحنا ما بنغيرها العرق في ناس معينين أو أعراق معينة يعني نجي نحكي بثلاً بالأردن نجي نحكي شملات وجنوب وأشياء زي هيك لا أويش لهذه الدرجة يعني بس الصوبة فيها إنه في أعراق معينة يعني جغرافياً يتأثر بها البعض بتتأثر فيها البعض في عندهم بيكون فيهم هشاشة العظام أكثر من غيرهم زي أفريقيا مثلاً؟ أحياناً هلا الدراسات تحكي إنه زي أفريقيا كانوا زمان يعتقدوا إنه أفريقيا لأنه بشرتهم داكنة هدول بيمتصل جلد أكثر الشمس في التالي بكونوا أقل عرضة لهشاشة العظام معظم الدراسات الحديثة أثبتت إنه هذا الإشي لا مش صح بالعكس إنه الناس اللي عشان توصل أشعة الشمس بدك تعرض كمية أكبر لأشعة الشمس في التالي راح تكون عرضة إنك تكون تتعرض لهشاشة العظام أكثر من غيرك إذا أنت بهاي المناطق هلا غير مناطق جغرافية معينة اللي ما فيها الشمس برضو هدول بكون في عندهم عرضة لهشاشة العظام سي بنقول هاي شمال أوروبا نعم اللي ما بيكون عندهم شمس نهائياً هدول بشكل عام أهم الشغلات اللي إحنا ما منقدر نعدله بالإضافة لتقدم العمر يعني الله يعطي الصحة والعمر لكل المشاهدين وكل اللي بيحضرونا بعد فترة معينة هي هشاشة العظام هي تطور فسيولوجيا للعظم يعني إحنا بيوصل عنا القمة تاعة كثافة العظم تقريباً حوالين سنة 30 أوكي تقريباً 25 إلى 30 بيختلف بين الفيميلز والميلز بين الذكور والإناث بعد هيك بيصير في عنا بينزل تدريجي كثافة العظم فمتوقع إنه حدا عمره ستين سنة 65 سنة 70 سنة إنه نلاقي في هشاشة العظام كذلك من العوامل اللي إحنا ما منقدر نمنعها المسببة اللي هي طبيعة بعض النساء إنه بكون عندهم معروف إنه هشاشة العظام بتصير أكثر بعد انقطاع الدورة عن مرأة أو الطنف هذا ما يريد對吧 بعد انقطاع الدورة shorter's. لماذا بعد انقطاع الدورة؟ هرا معروف إنه بالذكور في هرمون اسمه الأندروجين وبالمساء في هرمون اسمه الأستروجين تأثير على العظم لكن تأثير الأستروجين على العظم ب Kendall is kinderobence من تأثير الأندروجين عند الذكر على العظم. بعد سن الخمسين، معظم النساء بتنقطع عندهم الدورة حوالين سن الخمسين، يوقف هرمون الأستروجين، فبقل منسوب الدم، تأثيره على العظم بقل، وهو تأثيره قوي على العظم بالحفاظ على العظم، فبالتالي يحدث فيه هشاشة عظم، بالمقابل الرجل يظل هرمون الأندروجين أحيانا لحد سن السبعين سنة، وتأثيره بنفس الوقت، تأثيره على العظم قليل، فبالتالي هشاشة العظام عند الإناث تكون أعلى من الذكور بشكل عام. نحن فهمنا بإجازه، ونرجع نطلق لهذا الموضوع، لماذا الأستروجين والأندروجين بيحفظوا العظم؟ لكي تعرفوا أكثر، يمكن أن النساء إذا أخذوا هرمون ريبليسمين، كدال الهرمونات يأخذوا كميات معينة خلال سنة بعد انقطاع الدورة يكون أحسن، نحن نأخذ اتصال، معنا اتصال، تفضل، أنت على الهواء. يا تشكيل، عافية دكتور. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا، تعرف بالإسم الكريم. أنا ياسمين. ياسمين، أهلا وسهلا يا ياسمين. ياسمين يا رب، أهلا وسهلا فيك، أحييك أنت والدكتور الضيف اللي معاك، وحابة أحكي شكوى بس مش لئي لازنجي. أهلا، تفضل إلي. أهلا، دكتور كان فيه بيوم الأيام نطنطة، فأجت على ركبته، فلما رأى طول الليل ما يقدر ينام عند ركبة عند العظم، فأكثر وجع، فراجع طبيب اختصاص وهيك، فبصراحة الدكتور ما كشف عليه، فأسأله أنه رجلي عم توجعني، ومش عم بنام الليل، كتب له أنه تمزق بالأربطة، وراجع عن دكتور تاني نفس الموال بدون ما يكشف، بدون صورة، بدون إشي حكاله، أنه خشوني بالصابونة، فأنا ما بعرف شو المشكلة، ويرت يعني لو في مجال تساعدونا بهالمشكلة هاي. بدي أسأل زوجك قدي عمره؟ عمره 33 سنة. وشو طبيعة عمله؟ هو بالجيش. وكيف الإصابة؟ هل هي كانت سقوط؟ يعني وقع؟ أو كان ماشي؟ أو إصابة رياضية؟ لا، ليس إصابة رياضية، يعني كان بدي نط من عسور، رفت علي، فأنه نطها أوكي، بس أنه إجت على ركبة، يعني صار فيها وجع. نعم، صار فيها. إن شاء الله، إن شاء الله أخذنا إحنا بعين الاعتبار الاستفسار، وحابة تعرفي كيف ممكن تتوجهي لإختصاص، يعطيكي أتصور تشخيص واضح يعطيكم بهذه الحالة. ياسمين، وصلت شكوتك، سنركز عليها، سنأخذ استشارة الدكتور محمد عليها. معنا اتصال ثاني، وبنجاوب على اتصالين مع بعض، وبنوقع شوي. تفضل معنا اتصال من السعودية أتصور، تفضل، انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بالاسم الكريم؟ أبو ينال عصاف. ينال عصاف. أبو ينال، أبو ينال، أهلا وسهلا أبو ينال، تفضل. حياك الله، حبيب قبل اسبوعين أو عشر أيام، بدأت على طرف الرصير، حطيت إجري بقوة، وفقعت إجري اليمين، طقت بقوة بين الركبة، قاعدت على الأرض، ما قدرتش أوقف، مسكت أي شيء، ووقفت عليها، قد بدأت تحرك، ما قدرت أمشي، ووقفت زي ما بشده العسكريين، حالهم شوية شدت عليها، مشيت، بألم شديد جدا، كانت من الجهة اليمين، الركبة اليمين، من الجهة اليمين الخارجية، رهت على الطبيب، وصورها، وقال للمادة لبين العظم الضعيفة، السماكة لبين العظم الركبة، الضعيفة، هذا احتكاك المفاصل، وضعني أدوية، قدرت عشر أيام، الأدوية بأخذها، اليوم، من خلص الدواء الظهريات، العصريات، من الداخل، طيب، أبو ينال، شو شكوتك، كيف ممكن، شو النصيحة اللي بتطلبها مننا، والاستشارة، كيف ممكن ساعدك؟ اللي بدي آي شوف، بقال لي بدي إبر، شو هي الإبر هذي اللي بدربوها بين العظم، هل مفيدة ولا أنسى موضوحة؟ طيب، رح نعطيك إحنا يمكن تعداد لحلول هيك حالات، إن شاء الله، بحالة الركبة، أتصور صار عنده فكرة، دكتور محمد، إن شاء الله، أدي؟ مئة وخمسة وعشرين وزنها، أدي العمر؟ سبعة وخمسين سنة، بس بمشي كل يوم بمشي ستة كيلو، سبع كيلو، بمشيها، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والهم، أنا مهندس مكينيكي سياراتي، مهندس مكينيكي، إن شاء الله، بنجاوب على سؤالك، إن شاء الله، إياك الله، شكرا لكم، مبارك الله فيك، أهلا وسهلا، نمشي مع ياسمين، دكتور، ونرجع لموضوع الاستيكروسس، بس نجاوب على ياسمين، ياسمين، ست ياسمين، السؤال تاعك، طبعا هو صعب إنه نعطي التشخيص من وصف الحالة، ما نط؟ شو صار بالرقلة؟ أحيانا، لكونه نط، احتمال أي إصابة لم تصير زي هيك، إنه يكون صمح الله صار عنده كسر، أو على الأغلب صار عنده تمزق بأحد الغضريف، حسنا، خشونة الركبة، ممكن احتمال بتكون وارد إنه بتصير بهذا الإشي، بهذا العمر، بين سن تقريبا العشرين للتلاتين، أو حتى لسن الخمسة وتلاتين، لكن إنه كونها أجت مصاحبة لإصابة اللي هي النطة أو الوقعة، فهذا على الأغلب إنه بحاجة هو لصورة رانيم مغناطيسي، فحص أول إشي فحص سريري، والإشي الثاني بحاجة لصورة رانيم مغناطيسي، على أساس نتأكد إنه ما في عنا تمزق بالغضريف أو بالأربطة، لأنه لو نحسب إنه خشونة الركبة، خشونة الركبة كانت ليش شمعنا ظهرت خشونة الركبة فقط لموقع، خشونة الركبة هي إشي بتكون موجود دائما، وبشكل مريض إنه بتكون المشكلة عنده بدون إصابة، بدون إصابة، وبعد هيك صورة الأشعة، وبعد هيك صورة رانيم مغناطيسي، هذا السيكونس أو الطريقة اللي لازم يتشخص فيها، لكن كونه كان مصاحب لإصابة، نحن متوقع إنه يكون في عنده إصابة بالغضروف على الأغلب. طيب، هذا ممكن ننصحها يعني مثلا، إنه تطلب تشخيص واضح وفحص سريري، نعم، فحص، فحص سريري، تذهب لطبيب أخصائي، نعم، وتقول له أنه أنا واجهت طبيبين، ماذا أروني، نعم، نعم، فحص السريري طبعا، الفحص السريري هو الأصل في تشخيص أي مرض بأي مجال بالطبي، مش صحيح إنه يطلع عنه، بالضبط يطلع أو يطلع على الرجلون، على الشكوى بناء على الشكوى، بالنسبة للسيد أبو ينال، على ما يبدو التشخيص اللي عنده هو احتكاك بمفاصل الركبة، وهو موضوع مختلف تماما عن موضوع الهشاشة، الهشاشة بتصير بالعظم نفسه، لكن نهاية العظم بيكون في مفصل، اتحاد عظمة مع عظمة، بالعادة بيكون في مفصل، في عنده هشاشة غالبا هي بتصير بالركب، أو بتصير بمنطقة الفخذ أو الحوض، الآن الإبر الموجودة، إبر أنواع متعددة وكثيرة جدا، منها إبر الكورتزون، ومنها إبر الزيت، اللي بسموها سائل بلين، نعم، سائل بزينها بلين، المشكلة، إبر الكورتزون، نحن نحاول نتجنبها، إلا في الحالات اللي بيصير عند المرض، عند المريض، ألام شديدة جدا، بالنسبة لإبر الزيت، يمكن بيكون في حالة، نحن نستخدم الكورتزون، عشان أوضح، نعم، كورتزون، هاي استيرويدات، يمكن أن يصير هذا الاحتكاك، يولد التهابات عالية بهذا المفصل، نعم، تهيج، نعم، 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 والآن بلشت تظهر، مشكلة بإبر الزيت، يعني، أنه، كل الدراسات والأبحاث لحد ما توصلت لنتائج نهائية بخصوص إبر الزيت، يعني، إبر الزيت موجودة، وبتقدر أنت تستخدمها، لكن، الدراسات، ما حكت أن هذه الإبر تفيد، لكن نفس الوقت، ما لقيت منها ضرر، فبالتالي، كل التوصيات، أنه خلي المريض يستخدمها، ليصير عندنا كمية كافية، بحيث أن نقدر نطلع عليها إفدنس بيز مدسين، أو هو نتيجة نهائية، أنه هذا الإشي مفيد أو غير مفيد، لكن أضرار منها، أضرار بشكل عام، ما في أضرار منها، وعشان لهذا الموضوع، إبر الزيت ممكن تستفاد منها، لكن الأدوية اللي بتكون موجودة بالسوق أو بالصيدليات، اللي هي بتكون عبارة عن غضريف من عرف الديك، ومن رجلين الخروف، وهذا الإشي مش موجود، وغير مفيد، وهي من الخزع بلات، نعم، هلأ، أنا مقدرش أمنع المريض أنه يأكل بورتقانة، يعني، مريض أجل لك أنا بدأ أكل تفاحة، أنا بدأ أكل تفاحة،